أنا أمار أعمل حاجة زي كده أنا عملة تريد سريع كده بس فجأس أن أقدر أفانو معاكم وبس بطلح أحضر حيندتي أنا عادت شديد تشعبين التريد؟ آه تقدري طيب طيب دلوقتي أنا حبيت أن التعامل تبقى أكاديميك لايب عشان طبعا زي ما انتم عارفين إن إحنا نبتدي أكاديميا من سن صغير تبقى حالة إلا حد ما صعبة شوية بس طبعا إذا تبقى الأشياء وكل حاجة يعني الموضوع بيبقى بتجيلك أكتر أكتر أو كرة أكتر فأنا اتخرجت من المدرسة الـ 2014 وكنت مع مارك في نفس الدفع بتعطوه دخلت الـ GUC وقررت أنني حدرس بيوتيكنولوجي طبعا كنت متخرجة من المدرسة انجليش فكان من المدرسة الـ من المدرسة الـ من المدرسة الـ من المدرسة الـ انجليش الـ تأكد أنني أستخدم الـ انجليش وقد أستخدمت في دول كثيرة حوالينا عامريكا انجلترا كل دول الأوروبا تقريبا كمان ونطبع أستخدم أستخدم أي دولة بتتكلم انجليش أو بتتريد انجليش وقد أردت أن تكون شيئا جدا لكن كنت في الـ GUC بدرس بيوتيكنولوجي وكما مارك كانت تتكلم كنت في مصر كما مارك كانت تتكلم الـ بيوتيكنولوجي هي أربع سنين في سنتين بنتبقى جينيريك وبندرس مع طلبة فورماسي فندرس بيسيكس بيسيكس و فارماكولوجي حاجات ذات كلها وبعد كده بنتخصص بعد ثاني سنة وبندخل بيوتيكنولوجي ودخل بيوتيكنولوجي ودخل بيوتيكنولوجي طبعا زي أي جامعة في بروز وفي كونز او إيجابيات وسلبيات فالإيجابيات كانت عندي في GUC ان كانوا بيددوا قوي جدا كانوا بيددونا معلمات كتيرة جدا بندرس وكتب بندخل المتحنات شبه حفظين وكل المعلومات اللي موجودة وكانت فعلا اداءنا باكراوند ثيوراتيكلي عن سبجيكس كويس جدا وكمان عشان كنت درسة شوية فارماكولوجي فكانت كل حاجة بالنسبة لي بتلينك معها ولكن كانت المشكلة زي في كل جامعات مصر ان البركتكالز كانت بري لابدد ما كانش عندنا البركتكالز كتير ما كانش عندنا البركتكالز اللي موجودة بر مصر طبعا جبن ان احنا المجرد ان احنا نشتري الحاجات بتبقى اغلى في مصر عن بر مصر عشان بنتطر ندفع فلوس شحن وكده هو فقلت ان انا انا عايزة اجرب فكرة الريسيرتش طبعا اعملها ازاي قررت ان انا اعمل ريسيرتش في الجي و سي وبصراحة انا كل حاجة اقولها دلوقتي هي دفاق بجد نعم من عند ربنا انا قابلت لكاترة بجد كانوا ممتدين جدا وكانوا بيحبوا يساعدوا قوي فقابلت كانت دكتور لوبنا ودكتور لوبنا عبدالعير ودكتور ميرفا تخير الله دولات كانوا عاملين كانوا الى حد ما صغير كدهوت ويشتغلوا على مصر على مصر يعني فكانت بالنسبالي كانت حاجة جديدة ويشتغلوا كنت صغيرا تقريبا 19 سنة كنت تاني سنة جامعة وكانت موضوع بالنسبالي جديد جدا ان انا اقعد واشتغل على حاجة ذات انهما ممفيش فاسيليتيز بس انا برضو هنقدر نعمل ريسيرتش كانت حاجة جميلة جدا بالنسبالي وكانت عشان كان سننا صغير وكنا ليسا طالبة في الجامعة فتكتورة كانوا وكانوا بيشجعوا كل حاجة احنا من نعملها وأي سؤال بنسأله كانوا بيردوا عليه وباستفادة بدأوا يعلموني كأنه ريسيرتش 101 بس بس مشكلتها الوحيدة انه طبعا الاسكيلز التي انا تعلمتها هناك كانت حلوة جدا بس ان انا اجي اعملها بره مصر عشان احنا فعلا بنتصرف بفاسيليتيز قليلة جدا طبعا طبعا يعني مثلا بدل من نشتري نايلون 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 نستخدمها ونعمل على المسل لكي تقبل مكانش بيبقى عندنا كلهم نستخدم خيط عادي طبعا لو عملت حاجة زي نهوت كانوا يبصوا لي انهو لا ينفعش خالص بس في مصر ناكت الحاجات بك بتعدي فعلمتني ازاي الواحد يقدر يتصرف حتى لو عندهوش بس بس بعد عملت الريسيرج دوت وصلت الحاجة ان انا لازم اسافر برا ان انا لو فعلا عايزة اكمل بريسيرج وعايزة اتأكد ان ريسيرج بريسيرج لازم اسافر برا وساعتها انا كنت من الناس اللي مع مارك اللي بيدورو وست نشوف ممكن نسافر فين ممكن نعمل ايه فبا فبا 2017 امم اي جويند اصامر سكول بس زي ما شفين من الصورة كانت فاستراليا فقدمت فاماكن كتير وزاي ما مارك اللي بيحكي ان الموضوع ما بيبقاش بيجننا كتير ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ما بيبقاش يعني ما بيبقاش عادف انت بتقدمت المكان صحيح ولا لا فطبعا قدمت على حاجات كتير وبدأت الانتربيو فالانتربيو هو انت بتدخل وبيبق معاك البروفيسور اللي انت تشتغل معاك وبيبتدي يسألك انت ليه تنبع تشتغل فطبعا لازم تكون آليا عن البروفيسور وعندك حاجة اسمها critical thinking اللي هو تقدروا تفكروا بميزان اللي هو اوكي انا لو عملت التجربة دية الاجابيات بتاعتها كذا والسلبيات بتاعتها كذا دي حاجة اسمها critical thinking ومن الاخر تبينوا potential لان انتو تتعلموا يعني لو البروفيسور سألك حاجة وانت مش فهمها اوقات الاجابة الصحة بتبقى انا مش عادة او ممكن توضحاري اكتر فده كان بالنسبالي الانتربيو فطبعا بعدها الحمد لله جات لي الانترنشيب وكانت في استراليا ومعظم الانترنشيب بتبقى اكتر فبرضو دي كانت حاجة كويسة جدا بالنسبالي مقدار شوابي من الحاجات اللي انا عملتها هناك عشان بالنسبالي بس ده كان الاب بوك وده كان بالنسبالي دي اكبر حاجة يعني موضوع بس كانت بالنسبالي حاجة كبيرة جدا بس كانت بالنسبالي حاجة كبيرة جدا ان انا اكتب ايمز وابجيكتب وكيف نتبقى الانترنشيب كامل وكان البروجيكت نعمل مثل المتاليشن بتاع الديان اي هي يعني زيادة ميتالغروب على الديان اي بتكون نيرون وكان الهدف من البروجيكت ان احنا نحن نخلق نيرون في الاب وكان البروجيكت جميل جدا اما في اكاديميا استراليا كان مدينة جميلة جدا كما انتم شاهدين من الصور هي ذات الصور فطبعا كانت بالنسبة لي استراليا كانت نقطة التحول بالنسبة لي ان لأ انا اقدر انا اقدر ادرس لوحدي انا اقدر ادرس بره وكمان انا احب البروجيكت وزي ما ماركي كان بيقول طبعا ده معناها ما عندكش من تسعة لخمسة احنا بنشتغل من تسعة لغاية ما التجربة تخلص احنا ما نعرفش التجربة تخلص امتا في ايام التجربة بتطول معنا في ايام تدار تروح في البيكند بس بدأت اكتشف ان في الفترة ديت انا مكنتش متضايقة خالص ان انا ان انا بروح في البيكند ولا ان انا بشتغل لغاية الساعة ثمانية بالليل واوقات بعد كده ف خرجت منها اكتشفت ان انا I can be a researcher انا فعلا اقدر ابقى باحثة ممكن اقدر ابقى اتعلم اكتر فيه حاجات تانية انا عايز اتعلمها وان انا فعلا معجبة جدا بالميستري او الهمود بتاع الساينس بس معايها اكتشفت ان انا انا لازم اتدور على هذه المميزات لازم الاقيها برا ف على 2018 كان بقى خلاص اخر سنة لايه في الجامعة خلاصت الباتشلرز وكنت بدأت اقدم على ماسترز وكدا هوت والحمد لله جالي ماسترز في شافيلد انا اخترت شافيلد لاسباب كتيرة جدا كان من ضمنها هي من ال top 10 universities اللي في انجلترا انا لازم اتدور برا وانا ساعتها كنت خلاص حطيت ان انا ساكمل ان انا ساكمل ان الناس وكنت عايز ادلس ادلس عشان اتأكد اكتر ايه اللي انا حباه ادلس انا كنت تعارف ان انا عايز اكمل دكتوراه وان انا عايز اكمل انا عايز اكمل شافيلد مدينة صغيرة وكانت مش مش سيتي زي لندن وزحمة انا كنت عايز مدينة صغيرة بحيث ان انا تبقى student city مدينة للطرف وزي ما مارك كان بيتكلم عن الـ diversity وانها تبقى مدينة international شافيلد مدينة international جدا كنت عايز اقابل جنسيات مختلفة واتكلم مع ناس كتيرة بس طبعا البروغرام كان اول خلال 2018 اللي هو اول جزء من الماسترز كنا بنجمع literature في literature يعني بنجمع ابحاث وبنجمع كتب عشان نقدر نعرف اكتر عن المشروع او المشروع المجستير بنكتب حيكة اسمها لدي بتبقى عاملة زي الـ review article بس بيتكلم عن الـ project بس واتعلمت الـ basics اللي كان مارك وردو يتكلم عنها اللي هو ازاي اعمل فلوريسينس ازاي اعمل ازاي اعمل وستن بلوت ازاي ارقان dna اللي هي الـ basic skills اللي محتادها اي ساينتس للأسف لم يكن لدينا الممكن أن نفعلها كثيراً في مصر وبدأت أتعلم أشياء جديدة لمجرد أنني لم أكن لديها في مصر لم يكن لدينا المساعدات قوية في الجامعة وهذه كانت مثل كريسبر وهذه مثل الصورة للأمبريوز فش و كنا ننجد ذلك لكي نقضل الـ DNA وفي هذه المرحلة وفي هذه المرحلة، كنت بدأت أتكلم عن نفسي و قلت أنني عملت في مصر كنت عملت على مصر فأشتغلت في مصر فأشتغلت في أستراليا بـ Neuroscience & Genetics الـ Bachelor Project كنت عملت مع دكتور خالدة أبو عيشة وهو أول واحد أعلمني كيف أقدر أعمل زي Literature Review Comparative Analysis بـ Basic Bioinformatics بعد ذلك عملت الـ Master Project التاعي كان عن مصر الـ Regeneration و Tissue Culture فشبه درست حاجة في كل حاجة في الـ Biomedical Feed فبدأت أجلس بوينت اللي هو لا أنا ممكن أشتغل في أي حاجة أنا ممكن أعمل الدكتورات في أي حاجة وبدأت أكونتاكت PHD Supervisors أسادزة عايزين طلب الدكتورات وكان بالنسبالي خدت أدفايز أو نصيحة من حد من زمالي هنا قال لي اختاري المشرف قبل ما تختاري الـ Project وفعلاً ده كان من أحسن النصائح اللي أنا خدتها عشان بدأت أدور على المشرفين وأبعث لهم بس وكنت أخذها كدهوات بني وبالنفس أني أنا أقدم في أكتر من مكان بس لو جاي لي أوفر بشافيد أنا أخذه عشان كنت فعلاً معجبة جداً بالـ Research Facility وخلصت الـ PhD Applications وطبعاً بنقدم بقدم حاجة اسمها Personal Statement اللي هي بتتكلم عن نفسك وانت تنفعل زي كطالب دكتوراه وبعد كده بتكتب زي Research Proposal انت ليه مختار الـ Project دوت وممكن تشتغل عليه زي والـ Research Proposal دوت بتبقى بتتكلم مع الـ Supervisor وطبعاً بعد ما أعطت لهم إيميليات أنا كان لازم أروح أكلمهم Face-to-Pace عشان أعرف هل هم فعلاً في الحقيقة يعني فيه هو القبول اللي بيقولوا عليه دوت هل أنت تقدر تشتغل مع الـ Professor دوت ولا بس بـ E-Mails وفعلاً قابلتهم وابلت مع الـ Supervisor هو كان متحمس ان انا اشتغل معاه وشجعني جداً وهو اللي هي سببورتد كل الـ Application Process ده كان نهاية 2018 في 2019 انا كنت خلاص يعني at that point كنت officially a scientist فوصلت ان انا خلاص جالي الـ PhD offer في الـ Humphrey's Lab في 2019 ان انا هبتدي اكتوبر 2019 فطبعاً بدأ بقى هو نشوف هنعمل ايه هنقدم على البيزة ازاي محتاجة تخلاصي الماسترز بـ Any degree هم كانوا بس محتاجين مني في الماسترز عشان كنت الماسترز في نفس الجامعة وخلال الوقت دوت انا كنت شغالة على الماسترز project فكنت شغالين على يعني مسترز regeneration بس المرادي ترشو culture اكتر فكنت بنعمل dissection فده ميكروسكوبة على dissection اللي قضيت عليه تقريباً 6 شهور من حياتي عملتنا imaging زي ما شايفين immuno fluorescence وعملت مثل 3D imaging مش عارفة فيديو بس عملت 3D imaging انك تقدر تصور خلية واحدة 3D ودي كانت سكنز بالنسبالي انا مش متخالة ان انا ممكن اتعلمها بس اتعلمتها وتعلمت كمان independence ان انا اروح للسوكروفايزر وامعلالها انا عين اتعلم كسا وكتبت dissertation كانت اول official dissertation اكتبها و الحمد لله في الاخر اتعلمي وكنت ساعتها خلاص بدأت اتعلم انه خلاص I am a scientist الاكتوبر 2019 ابدأت ال PHD في الهمفريز lab واحنا شغالين على باتوجين اسمه سالمونالا طايفي سالمونالا طايفي بيؤدي لمرض اسمه تيفويد اللي هو متهالي بالعربي تيفود ودوت موجود يعني باتوجود في افريقيا وفي اسيا فخلال الفترة ديت بدأت بقى برضو نرجع تاني اللي انا عملته في الماسترز ان كنت مركزة ان انا بجمع literature بتعلم عن البروجيكت اكتر واكتر عشان كنتش عارفة اي حاجة عنه وقضيت اول سنة ان انا بجمع literature بجرب تجارب بتعلم skills واجان حتى انا طالبة الدكتوراء ان لسه كنت بتعلم skills وكل متوقع مني ان انا كنت بتعلم عشرين عشرين كانت سنة صعبة بس كنت خلاص استابلشت ان انا هكمل سنة لالا تايفي فبدأت فاتوج ان انا شغل عليه وبدأت اكسperiment وبدأت امتع اكتر فاعمل مي اون فجرز ان انا اتكلم اكتر مع السوفربيزر بتاعي اقول وكه نظري في اللي انا شايفة بيحصل امتع بدأت الهواء ابقى واعية اكتر بالبروجيكت وبدأ يبقى عندي الهواء انوبيشن اللي انا ممكن ابص على كذا او ممكن اجرب التجربة الفلانية طبعا والسوفورت من السوفربيزر البتاعي والزمالي اللي معي في اللاب بس ان جانرال ده كانت تاني سنة دكتوراء ودي معظم دي اللي انا بدقها دكتوراء يقول لكم تاني سنة هي اللي انت بتجرب فيها حاجات جديدة بس لو انا بحضر التجربة ديت اعادت ابص في الصور باكتشفت ان ريسرش انا كازا مرة كنت بروح فيها ايام كنت بطرر روح حداشر واثناشر بالليل بسبب تجربة مطولة معي بس هي فعلا it's so much worth it لو انت فعلا بتحبها بنرجع تعبنيل وبنشتك كتير بس فعلا if you love it بتبقى فخور بيها وبتبقى بالنسبة لك من اسعد لحظات حياتك تتبقى بالنسبة لك من اسعد لحظات حياتك تتبقى بالنسبة لك من اسعد لحظات حياتك حبيت اقول لكم وانا عارفة انتم كلكم جايين عشان تعرفوا وتعملوا ايه فلو هديكم tips فيه اربعة ناس ساعي اول واحدة هي language invest as much as you could في اللغة خدوا كورسات انا بالنسبة لي كنت في مدرسة لغات فامتحنت ال IELTS مرة وانا في 2014 ومرة تانية قبل مساكن ومع كل مرة كنت بامتحنوا كنت بجيب درجات احسن فانا لو اقدر ادي حد نصيحة لازم تنبست في اللغة خدوا كورسات في ال British Council خدوا كورسات online اللغة مهمة جدا جدا انت تتقبل في اي حاجة وبالذات ال English اقروا as much as you could انا مش بقول لكم ادخلوا اقروا احدى سبيتفر موجودة على Nature انا بتكلم حاجة السمبل از ان انتو تفتحوا جامعات انتو you're interested فيها وتقروا عن ال research بيبقوا كتبين زي passages called hot تحت كل researcher هو شغال على ايه اقروا اعرفوا هم بيبقوا شغالين على ايه what's interesting الكلام دوات كلها ستزودوا knowledge عندكم و ايه اللي بيحصل في العالم حواليه ثالث حاجة اتكلموا مع الناس اتكلموا مع الناس اسألوا اسئلة اعملوا علاقات Bioscience بصراحة is a great initiative عشان هي بتتكون العلاقات ديت و انا ام honored ان اكون بتتكلم النهاردة معاكم بس ان انتو تكونوا بتتكلموا مع الناس دي في حد ذاتها حاجة جميلة جدا عشان انت لما بتتكلم مع حد face to face او ان انت بتسأل حد اسئلة حتى لو انت حاسس ان هذا السؤال مفروغ منه بيديك افكار ممكن تكون عموعة مجادة في المانا و بتكون معاهم علاقات و اخر حاجة لا تجعلوش الاجيكشن بالعكس حتى لو جاركم الاجيكشن في كل حتة و لا تستطيعوش تسافروا زي ما كان لسه مارك بيقول اشتغلوا في الجامعة انتو فيها حتى لو مفيش facilities حتى لو مفيش equipments اشتغلوا الحاجات ديت بتبوست بتتعلموها بعد كده طرق مفيش قريب و لا اخبارك ان اصنعوا الاجيكشن موحوان قريب و، ما شكري فلا تتعلم ان اخبرة اذا غير اظلات ل感رافع واها من ارها Occ 사고 لقد قلت عن ميتا أناليسي هل يمكنني أن أستخدمها؟ حسنًا، هذه المسؤولة كانت لديها حسنًا، أنا بصراحة لا أعرف ما هي ميتا أناليسي بس إذا كنت تستطيع أن تتعلم أكثر، أنا ممكن أن أحاول أرد عليك حسنًا، تكلفة الإنترنشيب الإنترنشيب كانت تفايد أنت تدفع لك مرتب تدفع لك مرتب على حسب أنت تدفع لك يدفع لك مرتب، وعلى حسب أنت ستسافري فين؟ هذا المرتب يتفع لك مرتب ولكن هذا يتفع لك معظم الحاجات يتفع لك مرتبات، الأكل والشرب والترانسفورتاشن في أوقات يتفعلون أيضًا تذكرة الطيران أنا كانت تذكرة وليس ينفع أن أدفعها ولكن طبعًا جبن كان فيه مرتب لك تدفع لك مرتبات، ويحتاج لك مرتبات ويتفع لك مرتبات تدفع لك مرتبات شكراً، شكراً شكراً، شكراً شكراً يا عيداً أي شكراً جداً لحضرتك يا دكتورة سلمة ما تعطيك بالأسفل لكي تضيقني أوه ما خليشي الجيكشن لأنني أتبع في المجال وقالي الجيكشن كثيرة جداً أنا فاكرة جاني الجيكشن من هاربورد دا كانت اتبع في هاربورد وقالي الجيكشن كان ساعتها بقى كان جاني ريجيكشنز ان انا خدتها كفخر لي ان انا جاني ايميل من هارفرد بصراحة حتى لو كان ريجيكشن بس او ان انا ما خديش ريجيكشنز اتأثر عليا نجد بلي فانتتو دي الادفايز او دي نصيحة اللي انا بيها النفسي زماني شكرا يا محمد إنه سيكون مخصر اذا كان مخصر يبقى وانا انا افتحركوا انه احد من زماني ذات حضريني لتحكوها هل يتضلمونيا وانا بقى انه يكون مخصر نعم هل يعملو على السادسين 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 ومخصر من البلي ادمين اتباقيت باسمونيلا اللي هي الباتجين اللي بتأدي التاقود و انا شغلي ان احاول ان انا ببورفايت انوف علشان اقدر اعملها اناليسيس و افهم ايه البروتين كومبوزيشن بتاعها لغاية دلوتي هي ديت اكتر 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 مستمتع بها ولما كنت في استراليا كنت مستمتع جدا نحن بنحط ميديا و بنلعب بالميديا ديت شوية كده بنغير فيها شوية حاجات عشان اقدر اخلق نيرونز من خلاجة زعية ديت كانت بالنسبة لي نيرونز اللي هي العصاق من خلالي زعية فدي كانت برضو واحدة مني احاولاتي شكرا يا عامل شكرا يا نغم شكرا محمد شكرا حسنا حسنا انا حاسة ان اتباعي ايضا لما بقول رجالات بس انا بالنسبة لي الان اتباعي من الاول خالص هو كانت 2017 كانت فعلا بالنسبة لي لشان اتباعي المنزل مكنتش عارفة انا هاقدر اكمل في الان اتباعي كان عندي فعلا سيف داوت كبير قوي اذا ام لا ان اكون وان اتباعي اما ان احن الحديث كانت في الارض ايضا اكبر هذا سيأعلم I hope that answered your question.